مساء الخير البداية اللبينية توقعت مصادر مطالعة بالكطاع النفطي للأم تي في أنه يرتفع على الأسبوع سعر صفيحة البنزين 100 ليرا ويستقر سعر المزود توقع معهد التميير الدولي أن اقتصاد سوريا حين كمش بحوالي إلى 20% في 2012 بوقت يمكن أن يتم انفاق احتياطات النقد الأجنب بأكملة بنهاية 2013 بحسب المعهد الذي أكد أن التضخم بسوريا وصل إلى حوالي 40% وتراجع سعر صرف الليرا السورية مقابل الدولار 51% من أدار 2011 حتى اليوم أوروبيا كشف في تالفينينشل تايمز أن العديد من البنوك العالمية تخطط لنقل أعداد كبيرة من موظفينها لمواقع وعمليات أخرى بعيدا عن العاصمة البريطانية لندن بظل مكافحة المراكز الميلية الإقليمية فقدين الوظائف وفقدة المملكة المتحدة 4.9% من وظائف الخدمات الميلية بين 2008 و2011 بظل تدعيات الأزمة الميلية بالوقت التي تحاول فيها المؤسسات السيطرة على التكاليف أيضا أوروبيا أكد وزير الميلية الألمانية فولفين شاوبلي على إمكانية توصل الاتفاق بالإطار القانوني للرقابة المصرفية على البنوك الأوروبية قبل عيد الميلاد لتدخل حيث التنفيذ مطلع 2013 وكشفت بعض المعلومات عن تراجع شاوبلي عن إصراره على الضرورية أنه تتواجد هيئة الإشراف بفرانكفورت حيث نقل عنه موفقته أنه تكون بالعاصمة الفرنسية باريس أيضا أمريكيا وفق مصرف ساندرت شاردرت تاني أكبر بنوك باريطانيا من حيث القيم السوقية على دفع غرامة بـ 327 مليون دولار لتسوية قضية اتهمه بانتهاك العقوبات ضد إيران من قبل السلطات الأمريكية عبر إخفاء تعاملات بقيمة الربع تريليون دولار عبر 60 ألف عملية مع جمهور الإسلامية الإيرانية خلال عشر سنوات تقريبا وتكبد المصرف غرامي أيضا بـ 340 مليون دولار بـ 14 دار الماضي من قبل هيئة الخدمات الميلية بنيويورك بسبب هذه التعاملات عالميا اتفاق مالي قضية كون تم التوصل إليه بين المدير العام السابق لصندوق نقط الدولي دومينيكس خوسكان وعاملت إحدى فنادق نيويورك نيفوسي ديالو اللي بتتهمه بالاعتداء الجنسي عليها ومن الممكن اللي علان عنه بالساعات القليلة المقبلة لوضع حد لها القضية اللي استمرت سنة ونص وبحسب المعلومات هالاتفاق ممكن تتروح إيمته بين الـ 5 و 13 مليون يورو عالميا تجانب شركة جوجل دفع ملياري دولار كضرائب العام الماضي بعد تحويل إيرادات بـ 9.8 مليار دولار لما لزيد ضريبية بيب بيرمودا لتكون خفضت معدل الضرائب ليجب أن تتحملها بحوالي النصف بالـ 2011 بحسب المعلومات الصحفية وكانت نصحة المفاوضية الأوروبية دول الأعضاء بوضع قائم سوداء للماليات الضريبية حول العالم لموجهة التهرب والتحايل الضريبة اللي بيكلف الاتحاد الأوروبي تريليون يورو سنويا من الأخبار إلى الأسواء طبعا دين برسيد بيروت اليوم اللي سجلت بعض الارتفاع بدعم من قطاع البنوك ولكن بمكان ما حد من الارتفاعات ما زيدنا تراجعوا لأسهم سردار تحديدا أسهم سردار بيلي أنه تجلس كرد مستوية 12 دولار تحركات بنطاقة تضيئة بالخليج بظل غياب المحافزات بشكل عام بالسوق المؤشر السعودي كان متعاد عن أعلى مستويته بثلاث أسابيع مع خفض المستثمرين تعارضهم لشتى القطاعات بشكل عام وأيضا بغطاقة أساس اليوم من قطاع البترو كيميوية تراجعات بحدود بأكتر بتقريبا من النص بالمية حققت أوروبا مكاسب طفيف بقيادة سهم استيم مايكرو إلكترونيكس اليوم الفرنسية الإيطالية بعد ما أعلنت الشركة عن خروجها من مشروع عم بيحملها خسائر ومكان معين وحد أيضا من المكاسب المخيف في حيال أوضاع إيطاليا بعد أعلان رئيس الوزراء ماريو منتي عزمه الاستقالة فور الموافقة على ميزانيات 2013 واللي كان منطر بيحظى بطيئة الأسواء المالية والشركاء الأوروبيين ومع أيضا أعلان سيدفو برسكوني الرئيس السابق لرئاسة الوزراء الإيطالية عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء أيضا عم نلاحظ المجلس واللي كان محدود جدا بأوروبا عند انتهاء الجلسة هالأوضاع ضغطت أيضا على وولستريت اللي بتوجه أيضا مخيف من إمكانية موجهة اقتصاد الأمريكي الهوية المالية بحال عدم اتفاق الطرفين بولئة المتحدة قبل نهاية العام ارتفاعاته لكن محدودة أيضا بوولستريت الدهب ارتفع بطول تراجع الدولار بشكل عام بفضل توقعات بالتوسيع الفيدرالي الأمريكي سيست التحفيز النقدي طبعا خلال اجتماعه خلال الأسبوع 1112-13 دولارة تقريبا لألونسا أما النفط فعم بيوقف خسائر استمرد خمسة يام ويعود ليسجل بعض المكاسب بدعم من تعافي النمو بأكبر مستهلك لطاقة بالعالم أي الصين طبعا وعاد ليسجل بعد الانتعاش 86 دولار دابوتو اي الأمريكي وحوالي 108 دولار لبرانت الأوروبية عود اليورو بعد من خسائره اللي كان سجاله صباحا بطول المخيف حول الوضع بإيطاليا وعم بيسجل بها اللحظات مستويات الواحد 29-39 ولكن ما حكاية تسبب محدودة طبعا بأكل من نصف بالمية لهم وصل نهاية الاقتصاد طبعا ملتقى الظهر بكرة دوم بيرت اليوم